استنكرت أوسط سياسية وشعبية سكوت المطبق من السلطات العراقية تجاه تبيض الأموال والجريمة الاقتصادية مبينين في الوقت ذاته أن الأحزاب السلطوية عززت الفساد وتهريب العملة بصفقات وهمية إلى إيران وسوريا يتبنىها سياسيون للسعي وراء البقاء في مناصبهم عبر ضخ الأموال وشراء الذمم دون أي اهتمام ببناء دولة قوية قادرة على فرض إيرادتها ومحاسبة المقصرين يأتي ذلك على خلفية توارث الفشل بين الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003 وسطا عدام تام للمشاريع التنموية أهمها بمجالي الصحة والتعليم ليتم اختتام تلك الإخفاقات بأزمة الدولار التي تنظر بعودة العراق إلى البند السابع وتعرضه للحروب واستخدام القوة العسكرية الدولية والحصار الاقتصادي